وطالما كان الاهتمام بالرياضة مقتصرا على كرة القدم فقط وانصب المجهر عليها وعلى ما يحيط بها دون سواها بيد أن للجزائر رياضات أخرى تعاني في الصمت كرياضة الصولجان أو الغولف بفيدراليتها التي تقف وسط شرارة مشاكل من محيط وإطارات في الوزارة الوصية الذين يسيرون عكس التيار المنشود المشاكل الأولى هي أمام الوزارة الشبابة ورياضة وأمام كما نقوله لكادر وهم لي صعبونها بزراء أنا خدمت بزراء في الخارج ولمجهر الجزائر خلت الإضاءة صعب بزراء كما نقوله سيبونسيون يطولون لك ويدرون لك خطرات شوية شونتاش هذه الشؤون كاملة ليس مليحة الرياضة نحن لقنا معارضين دي كادر معارضين مسؤولين الكبر تا وزارة الشبابة ورياضة من أمين العام المدير العام لا حبوش يمدو هنا استعملنا جبنا لي تيران جبنا لي كله بجدد هي عندها 40 سنة 50 سنة هي مغلوقة كان سين فامي اللي يلعبوا جينا نحن مع رئيس فيدراليا قدرة فؤاد جبنا لي كله بجدد جبنا نوادي جدد هو صنف أولمبي جدير بالاهتمام من أعلى الجهات الوصية فالميضاليات التي تحرز في رياضة الغولف بالألعاب الأولمبية لها نفس القيمة والوزن مع الرياضة الأخرى والمثال على ذلك اهتمام كبرى الدول بهذا النوع الرياضي اشتركوا في القناة